تركوا منازلهم التي دمرتها الحرب ينتقلون من مخيمات لأخرى بحثا عن مكان آمن فارين من القتال الذي تشهده عدد من المحافظات ما لبثوا أن خرجوا من كارثة إلا وأثقلت كاهلهم أخرى الجوع والمرض والنزوح نتائج حتمية لحرب اتسعت رحاها في البلاد مسافات طويلة يقطعها هؤلاء النازحون مشيا على الأقدام أملا في النجاة من الموت وألام التشرد والضياع لكن محنتهم لم تنتهي بعد بفعل تجاهل وصمت الحكومة والمنظمات الدولية في بيئة يشكل نزوح النسبة الأكبر فيها فإن عدد النازحين في مخيمات خارج المدن بلغ ثمانية آلاف نازح أغلبهم من النساء والأطفال ما ينذر بكارثة إنسانية هناك ضروب مؤساوية صعبة جدا بحاجة إلى منظمات أغاثية بحاجة إلى منظمات عالمية لتدخل لحلول مشاكل كبيرة يواجهونها النازحين في المخيمات نناشد أبر قناة بلغيس يميع المنظمات الدولية والأغاثية والإنسانية وشركة العمل الإنساني أن يعملوا على تقديم عدد من المساعدات ضروف صعبة يصفها البعض بالمأساوية يكابدها النازحون هنا حيث تتكدس العائلات في مخيمات تفتقر للخدمات الطبية وتنعدم فيها المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب ما أدى إلى إصابة الكثير من الأطفال بالأمراض والأوبيئة وسوء التغذية ناهيك عن حرمانهم من التعليم بعد خمس سنوات من الحرب لا يعرف النازحون ما ستأول إليه الأوضاع المأساوية التي حولت حياتهم إلى كابوس وجعلتهم يعيشون فصولاً من الخوف والتشرد والتشرد